مشهد آخر من العمل الوطني المشرف جسدته جماهير مدينة الخوي بولاية غرب كردوفان فقد تمكنت من خلال الجهد الشعبي المشترك من تشييد استاذ المدينة الذي يتيح لأنديتها فرصة المشاركة في البطولات القومية وهي تدرك الفوائد التي تعود على المنطقة من توظيف طاقات وإمكانات شبابها فيما هو أفيد لهم ولمنطقتهم ليجي ختام الموسم الرياضي حافلا وداعما لاستمرارية الأنشطة الشبابية بالمنطقة عطفا على ما سبق من روح المسئولية والعمل الجماعي المتآزر الذي أفضل تشييد عديد المؤسسات الخدمية بالجهد الشعبي قارجت اليوم جماهير مدينة الخوي لتشهد نشاط شبابها الحي في مجال الرياضة بعد أن شيدت لهم العبن من فيد عطائها الوطني يمكنه من التنافس الولائي والقومي الإستاذ حاجة جميلة والتلاحم تلاحم طيب نسأل الله أن يحفظ الإستاذ ويحفظ الشباب وأن يحفظ أولادنا في الاتحاد المحلي لكرة الخوي وفي الحقيقة والله صراحة أدوا كورة ممتازة وكورة جيدة جدا نسأل الله لهم التوفيق ونسأل الله لهم السداد ونسأل الله ربنا أن يعينهم ويحفظهم ويحفظ البلاد والعباد اختتم الموسم الرياضي بتتويج فريق النضال لكن المكسب كان أكبر من مجرد بطولة أو مشاركة شباب يؤمن بخدمة أهله ووطنه واتحاد رياضي قدير على حلحلة كل الصعاب وقاعدة جماهيرية داعمة لتطور الرياضة بالمنطقة قلنا اللعب كاملا وعملنا الكرت لكل لاعب وخططنا كل الميادين ودربنا 26 مدرب و26 حكم من الأستاذ شداد لرسلهم لنا من الرئاسة والحمد لله استمرت الرياضة إلى يومنا هذا ومع ارتفاع كلفة تسير الأنشطة الرياضية من دون دعم مباشر وثابت إلا أن الخيرين من أبناء المدينة قادوا الأندية والروابط وتعهدوها بالدعم المادي مما جعلها رهن الإشارة للتمثيل القومي نعتبر أن هذه هي عبارة عن عافية ليست بالكبيرة ولكن نعتبر عافية عن طريق الرياضة في القوي ونتمنى أن نرتغي بمستوى الرياضة إلى مستوى أفضل اختتم الموسم الرياضي بنجاح مقدر قياسا على منبذل من جهدنا في تجاوز المشكلات ليكون ذلك محفزا لنجاح أكبر في الموسم الجديد الذي سينطلق قريبا عبداللطيف عبدالله الشروق مدينة الخوي